بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت 11 هنا عندنا ساكشن الساكشن دوت ركتانجولار ساكشن زي ما احنا شايفين ده الجزء بتاع الخرصانة اللي هو معرض الى كومبريشن ده جزء التنشن اللي احنا احملنا فيه الخرصانة وبعد كده ده حديد التسليح اللي هو المفروض حيشيل التنشن فورس اللي موجودة على الساكشن زي ما احنا شايفين من الاناليسيز او الاكوليبرام ان التنشن فورس المفروض تساوي الكومبريشن فورس التنشن فورس اهه اللي موجودة في الستيل بتساوي الكومبريشن فورس اللي هي بتساوي 85 من مية F في سي داش في A في B حيث B هو العرض بتاع القطاع و A هو الدبس بتاع الكومبريشن زون الحاجة التانية إن المومنت اللي موجود هو عبارة عن التنشن فورس مضروب في المومنت أرم أو الكومبريشن فورس مضروب في المومنت أرم لأن المفروض المومنت سواء كان جاي من التنشن أو من الكومبريشن المفروض يبقى ذا سيم التنشن فورس بتسوي إيه؟ بتسوي الاريا ستيل مضروبة في Fs بفرض إن الستيل لسه ما وصلش لمرحلة اليلد الكومبريشن فورس زا ما احنا عارفين بتساوي 85% Fc في Fb من هنا من المعادلة دية تقدر تعرف إيه؟ إيه المقصود بإيه؟ اللي هو الديبس بتاع الكومبريشن زون المومنت أو الفلكشرال كباسة بتاعت القطاع بتساوي التيل في الجيف دي التيل هي الاريا ستيل مضروبة في الFy والجيف دي هي عبارة عن المومنت أرم عبارة عن المومنت أرم طيب لو أنا عايز أعمل التشيك على السترين بتاع اليلد السترين بتاع الستيل اللي هو في مرحلة اليلد بساوي سيجما واي على إيه اس إيه هي سيجما واي ده الييلد سترينس بتاع الحديد إي اس اللي هو المودلس أو فلسطيستي بتاع الستيل السي بتساوي إيه؟ إيه على بيتا وان يبقى السترين بتاع الستيل بيساوي دي مينس سي على سي في السترين بتاع الكونكريت وده المفروض يبقى أكبر من أو يساوي إيبسلون واي اشتركوا في القناة